القبر وصية إخفاء وأعثاء حارون والضباء ماء وأربعة بلدة الماء الأسن بمشهد علي بالكوفة قبل أقل من أربعمائة سنة أي في القرن الحادي عشر الهجري سنة ألف وستة وثمانين للهجرة كان الرحالة الفرنسي تافرنيه شاهد عيان على أن قبر ومشهد الإمام علي عليه السلام ليس في النجث وإنما في بلدة الماء الأسن التي تسمى مشهد علي أو مدينة علي وقبل ذلك كانت تسمى الكوفة أولا في مقدمة كتاب رحلة الفرنسي تافرنيه إلى العراق قال المترجمان كوركيس وبشير طبعت مدونات الرحالة تافرنيه سنة ألف وستمائة وستة وسبعين للميلاد وصف تافرنيه كلما مر به بما أتيح له زار تافرنيه بلاد العراق ووصف أحوالها المؤلف في حديث رحلاته يتبع اسلوب اليوميات ثانيا تفاصيل كثيرة ودقيقة فيما كتبه عن رحلته في العراق وقد ذكرت برنيه الكثير من الطرق والبلدان فمثلا قال الكلام على الطرق العديدة من حلب إلى أصفهان وطريق البادية بوجه خاص الأناظول بلاد فارس القسطنطينية إزمير ديار بكر تبريز بلاد ما بين النهرين الموصل همدان بغداد كنكور عانا البصرة البادية الكبرى تركيا مصر دمشق صيد القاهرة بلاد العرب السعيدة حتى وصل إلى مشهد علي بلدة صغيرة تدعى الكوفة سابقا ثالثا قالت برنيه الرحالة الفرنسية من ذلك القصر وصلنا سيرنا نحو الشمال الشرقي وبعد أن تمادى بنا السير خمسة أيام انتهينا إلى بلدة صغيرة كانت تدعى سابقا الكوفة والآن تعرف بمشهد علي حيث أن علي عليه السلام صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقد هناك في جامع فسيح ويرى حول الضريح أربعة شمعدانات مضاء وقناديل فوق الرأس مدلات من السقف وعدى عن القناديل والشمعدانات التي تضاء ليل نهار فإن فيه اثنين من القراء يتلوان القرآن رابعا وقال الرحالة أيضا ليس في هذه البلدة غير ثلاث أو أربع آبار ذات ماء آسن وقناة جافة أما الطعام فلم نجد منه في هذه البلدة غير التمر والعنب واللوز وهذه يبيعونها بأسعار عالية وعندما يأمها الزوار وقليل ما هم يوزع الشيخ عليهم عند احتياجهم إلى الطعام الرز المطبوخ بالماء والملح وشيء من الدهن يصب فوقه ونظرا لعدم وجود مرعى للمواشي فلا يتوفر عندهم الطعام خامسا ثم قال تاورنيه وعلى مسيرة يومين من مدينة علي عليه السلام التقينا في الساعة التاسعة صباحا بشابين من أسياد العرب يلقبان بسلطان وكانا أخوين المهندس الصخي الحسني ترجمة نانسي قنقر